السلام عليكم الآن هو موسم الحج وتقبل له طاعتكم رح نحكي بالتفصيل اليوم هل يستطيع مريض الصرع الحج وما هي التحضيرات اللي يمكن عملها حتى يتم الحج بسلاسة ويسر إن شاء الله أولا نعم يستطيع مريض الصرع الحج بدون مشكلة ولكن هناك بعض التحضيرات قبل الحج يجب عمل عديد من التحضيرات أول شي هي زيارة الطبيب المعالج واستشارة الطبيب عن إمكانية الحج وأخذ الأدوية الصحيحة والسيطرة على النوبات قدر الإمكان ثاني شي هو الحفاظ على نظام للنوم بشكل منتظم وعدم التقطيع في النوم أو السهر حتى ينتظم النوم قبل الذهاب للحج ثالث إشي هو عبارة عن أخذ كمية كافية من الأدوية للحج اللي تستمر لنهاية الحج إن شاء الله وترجع للبيت وكونوا عندكم كمية كافية من الدواء عند الذهاب للحج مهم جدا حفظ الأدوية بمكان بارد ولا تعرض الأدوية للحرارة العالية فمثلا إن ما تحط الأدوية في الشنتات اللي تكون في الباص أو فوق يمكن يؤدي إلى أذى لهذه الأدوية فالحرارة العالية إذا زادت الحرارة مثلا عن 29-30 أو 35 يمكن هذه الدرجة الحرارة العالية تؤدي إلى تلف الأدوية وخاصة الأدوية اللي كانت شراب فمهم جدا الحفاظ على الأدوية معك حتى تكون في درجة حرارة معتدلة يعني حواليا 25 درجة مئوية ولا تتلف الأدوية من الحرارة العالية لما تروح للحج لازم تأخذ معك تقارير طبية عن حالتك بالتفصيل وعن حالتك بالتفصيل وقائمة بالأدوية المأخوذة بالأسماء العلمية لواء التجارية ومش بس الأسماء التجارية فمثلا دواء الكبرى اسمه العلمي اللي في تراسيتام لأنه يمكن أن تأخذ أدوية بتكون اسمها تجاري في بلدك وغير موجودة في السعودية مثلا أو يكون باسم علمي موجود ولكن الاسم التجاري مختلف عشانك لازم تكتب اسم العلمي للدواء والتركيبة العلمية والجرعة وكم عدد المرات اللي بتاخدها في اليوم الشيء الآخر يجب الاحتياط بأدوية للطوارئة لا سمح الله الأدوية للطوارئة هي عبارة عن بخخات في الأنف أو حبوبة أو قطرات في الفم لوقف النوبات إذا حصلت من هاي النوبات الموجودة بنستخدمها في الإسعاف الأول يمكن نعطاها للمرضى اللي هي تها نيزل ميدازولام نيزل ديازيبام أو ميدازولام أورال أو ميدازولام أو ديازيبام أو كلونازيبام ويبر هاي الأدوية عبارة عن أدوية يتم وصفها من قبل الطبيب لإعطاها في حالات الطوارئ فمهم جدا أن تأخذ هاي الأدوية معاك وقت الحج ونصيحة الأخرى أنه الابتعاد عن الجوع لفترات طويلة لأنه الجوع يمكن يكون يستحث النوبات والابتعاد عن السهر والجهاد والتعب في وقت الحج لأنه إذا سهرته يمكن أنه يؤدي إلى وجود النوبات أو النوبات تزيد فعشانيك مثلا القيام طول الليل وإن الواحد ما ينام يمكن هي تكون سبب في وجود النوبات فعشانيك مهم جدا أنه تحافظوا على نظام النوم وما تسهروا الفترات طويلة وما تجهدوا أنفسكم إذا حسيتوا بالتعب فمهم أنكم تأخذوا قصة من الراحة حتى يرجع الجسم للتعافي ونصيحة الأخرى أنه عند وصول الكعبة ورؤية الكعبة تعملوا لدعاء خاص ولا فريق هاي القناة دعاء هيك من القلب يكون من الحجاج وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم ويسمع من دعاكم ودعونا بالتوفيق والسداد وأنه الله يعني يبارك في عملنا لخدمة الناس وخدمة المجتمع اللي عندهم مرض السرع وعندهم الأمراض العصبية وإن شاء الله النصيحة الأخرى أنه يجب أخذ المطاعيم المناسبة لوقت الحج في بعض المطاعيم الإنفلونزا والكورونا والمطاعيم الأخرى يفضل أنه أخذها قبل الحج حتى يكون عند الحاج مناعة كافية أنه ما يتعرض للأمراض وكمان يفضل أنه يلبس الكمامة والغسل الأيدي ويعني عدم مخلط الناس بشكل كبير لأنه إذا صار في عدوى لسمح الله والتهاب بيروسي أو إنفلونزا أو كورونا كل هاي يمكن أنها تزيد النوبات فعشان هيك التطعيم مهم والحفاظ على النظافة وعلى الكمامات وعلى يعني بشكل عام التعليمات الصحية والنصيحة الأخرى اللي يجب إخبار الناس اللي حواليك والفريق اللي عندك أنه عندك نوبة الصرع ويمكن هاي النوبات تحدث وحكي لهم شو يعملوا إذا حدثت نوبة الصرع لسمح الله في الإسعاف الأولي اللي مرض الصرع هو بسيط جدا هو عبارة عن أول شيء إبعاد أي جسم حوالين الشخص اللي هو يمكن أنه يؤذي أي جسم حاد أو يضرب رأسه أو أي شيء إذا حدثت مثلا في الباص بس إنه إبعاده أي شيء يمكن يضر المريض ودع المريض وشأنه وقت النوبة حتى تنتهي النوبة وتضع المريض على الجزء اليمين من الجسم مثلا أو على الجانب حتى إذا خرج أي لعاب أو خرج استفراغ لسمح الله يخرج خارج الجسم ولا يتم بلعه ولا وجد شيء اسم بلع اللسان فعشان يكيحكي للناس ما تحطوا أي شيء في فمي لأنه يعني هاي يمكن يؤذيني أكثر منه إنه يساعدني فما في إيش اسم بلع اللسان في الصرع هذا خرافي مثل ما حكينا في فيديو خرافات الصرع والنصيحة الأخرى إنه لازم تعرف وين المرافق الطبية في المدينة المنورة وفي مكة حتى إذا حتجت أي علاج طبي إنه تعرف هاي المرافق وين في مراكز إسعاف وين في طوارئ وين في مستشفيات اللي إذا احتجتوا تروحوا عليها وين في صيدليات اللي تقدروا تعرفوا يعني تأخذوا العلاج المناسب في وقته ولذلك مهم جداً إن العلاج الصحيح أخذه قبل الحج أخذ كمية كافية من الأدوية الحفاظ على النوم أخذ المطاعم اللازمة والحفاظ على أسليب السلامة والوقاية من الأمراض وإخبار الجميع عن نوبة الصرع وعشان هيك لازم نعرف شو العلاجات الصحيحة لمرض الصرع مش كل العلاجات هي تناسب مرض الصرع والتشخيص الصحيح عشان تعرفوا كل العلاجات الصحيحة لمرض الصرع يمكن تشوفوا في هذا الفيديو اللي فيه كل العلاجات الجديدة لمرض الصرع ولا تنسونا من صالح دعاكم وخاصة في الكعبية والسلام عليكم